موسيقى 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 قدمت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب مضامين دراسة استقصائية أنجزتها حول الاستهلاك واحتياجات المستهلك فتنة بوت وعشر بمساعد بعد مرور اثنى عشر سنة من تنزيل القانون رقم واحد وثلاثين سفر ثمانية القاضي بتدابير حماية المستهلك ووقع المشروع الجديد رقم ثلاثة عشر ثلاثة وعشرين لإصلاحه تأتي الندوة من أجل تمحيص وتوضيح الآثار التي يمكن أن يخلقها المشروع على الأدوار التي يمكن أن تحسن العلاقة بين المستهلك والموريد هذه الندوة تأتي في الوقت الذي نخرجه في المخرجات التي يمكننا ندفع بهم على المستهلك وندفع بهم كذلك فالمشروع الجديد إن شاء الله يكون عنده واحد السيغل التي تهم صالح المستهلك أولاً وقبل كل شيء خصوصاً نحن الآن بصدد تحضير تعديل القانون أهم ينتعوه باش نعطيه مخرجات ومتوصيات للوزارة والناس اللي هم الأمر كالبرلمانين من أجل أعطاء واحد المدوانة أو واحد القانون ليستجيب لحاجيات المستهلكين بالمغرب مهنيون بالشأن القضاء والتشريع والحقوق قدموا مشروع تعديل بعض الفصول المهمة في هذا القانون لتسليط الضوء عليها من أجل سد الخلل والخروج بخلاصات تقدم لصانع القرار لنا قراءة قانونية ونستمع لبعض المداخلات الأخرى التي كلنا سيحاولوا أن يلقي الضوء على جانب معين من هذا المشروع عسى أن نختتم بمقترحات التي ممكن أن تقدم أمام مجلس النواب أو مجلس المستشارين لتعديل ما يجب تعديله هذا وتدرست الندوة على مدار اليوم عدة محاور منها قراءة في مشروع قانون حماية المستهلك تطبيقات قضائية في حماية المستهلك وواقع حقوق المستهلك ثم الحق في التقاضي تجارب ونتائج وابر ريباتنا الدمجم